موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم أبناء وبناتي طلبة وطلبات الصف الحادي عشر القسم الأدبي أهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من حلقات مادة الرياضيات والإحصار مراجعة السؤال الأول بسط كل مما يلي واحد الجزر التربيعي 49 سين أس 4 صاد أس 10 فالجزر التربيعي يا شباب هنحاول نبحث عن مربعات للأعداد أو للسين أس 4 وصاد أس 10 يبقى 49 أكتبها بالشكل ده سبعة أس 2 السين أس 4 هكتبها سين أس 2 الكل أس 2 والصاد أس 10 هكتبها صاد أس 5 الكل أس 2 وبالتالي أقدر أكتب الجزر التربيعي كالآتي بل جزر التربيعي لسبعة سين تربيع صاد أس 5 الكل أس 2 وانت عندك القاعدة الجزر التربيعي الألف تربيع بتسوي مطلق ألف وبالتالي الجزر التربيعي لسبعة أس 20 تكعيب صاد أس 5 الكل تربيع عبارة عن مطلق سبعة أس 20 تربيع صاد أس 5 طيب سبعة أس 20 تربيع شاوي الأس هنا عدد زوجي وبالتالي يقدر يتساوي سبعة تخرج برا المطلق يبقى سبعة أس 20 تربيع صاد أس 5 الأس فردي لكن كمان أقدر أكتبها صاد أس 4 في مطلق صاد وبالتالي يكون الناتج سبعة أس 20 تربيع في صاد أس 4 مطلق صاد يبقى أبسط صورة للجزر التربيعي لتسعة واربعين سين أس 4 صاد أس 10 هو سبعة أس 20 تربيع صاد أس 4 مطلق صاد اقسم ثم بسط ما يليه الجزر التكعيبي لـ 128 سين أس 5 على الجزر التكعيبي لـ 2 سين تربيع طبعا حيث السين لا تساوي صفر لأن مستحيل المقام يساوي صفر عندنا أيضا ولاد قاعدة أن الجزر التكعيبي للألف على الجزر التكعيبي للباء هو عبارة عن الجزر التكعيبي للألف على باء وبالتالي الجزر التكعيبي 128 سين أس 15 على الجزر التكعيبي لـ 2 سين تربيع بساوي الجزر التكعيبي الخارج قسمتهم أو لناتق قسمتهم يعني الجزر التكعيبي 128 سين أس 15 على 2 سين تربيع طبعا بقسم 128 تقسيم 2 يطلع بتساوي 64 وانت عارف أن في حالة القسمة الأساسية المتحدة أو المتشابهة بنقص الأسس يعني سين أس 15 تقسيم سين أس 2 يعني سين أس 15 ناقس 2 يعني بتساوي سين أس 13 بعد كده أولاد بنحاول نكتب الـ 64 عبارة عن 4 أس 3 هل السين أس 13 عبارة عن سين عن سين أس عدد لكل أس 3 عشان يكون نفس دليل الجزر مفيش وبالتالي وبالتالي نكتب سين أس 13 بالشكل ده سين أس 12 ضرب السين سين أس 12 ليه اخترنا سين أس 12 عشان الأس 12 تقبل القسمة على الثلاثة إذا نقدر اكتبها سين أس 4 لكل أس 3 وبالتالي عندي الجزر التكعيبي لأربعة تكعيب بيساوي أربعة والجزر التكعيبي لسين أس 12 هو عبارة عن سين أس 4 تقدر تكتبها سين أس 4 لكل أس 3 وبالتالي الجزر التكعيبي لسين أس 4 لكل أس 3 هو سين أس 4 وتقدر تقسم الأس اللي هو الـ 12 على دليل الجزر الثلاثة يطلع عنها تك بتساوي سين أس 4 لأنه ده عندك جزر تكعيبي وطبعا يظل داخل الجزر هو السين وبالتالي الجزر التكعيب السين إذن أبسط صورة للجزر التكعيب الـ 128 سين وستخمسة على الجزر التكعيب الـ 2 سين تربيع هو أربعة سين أسطة أربعة في الجزر التكعيبي لسين السؤال الثاني يبلغ عدد طلاب إحدى مدارس الكويت 240 طالبا مرقمين من واحد إلى 240 أراد مدير المدرسة إرسال أربع طلاب لحضور ندوة في جامعة الكويت المطلوب سحب عينة عشوائية منتظمة وهنوقف عند كلمة عينة عشوائية منتظمة يبقى لازم في أي نوع من أنواع العينات العشوائية توقف عنده عشان تقدر تفكر هتعمل إيه عينة عشوائية منتظمة يبقى هجيب طول الفترة أو طول الفئة وبعدين حجم العينة عندي كم أربعة كمان باستخدام جدوة لأعداد العشوائية ابتداء من الصف الأول والعمود الرابعة يبقى عندي حجم المجتمع 240 عندي حجم العينة أربعة العينة نوعها منتظمة السحب من الصف الأول والعمود الرابعة فبجيب طول الفترة طول الفترة عبارة عن حجم المجتمع الإحصائي على حجم العينة حجم المجتمع اللي هو 240 على حجم العينة أربعة بيساوي كام بيساوي 60 من طول الفترة قلنا بنبحث على عدد مكون من رقمين أقل شيء واحد وأكثر شيء 60 بحيث لا يتجاوز طول الفترة يا أولاد اختلنا رقمين ليه؟ لأن طول الفترة 60 مكون من منزلتين جميل ابتداء من الصف الأول والعمود الرابعة قادي الجدوة لأعداد العشوائية الصف الأول وقادي العمود الرابع بننزل فيه بيساوي 50 يبقى شباب العدد اللي لدينا في الجدوة هو 50 وهو وقع في الفترة بتاعتنا من 1 إلى 60 وبالتالي لإيجاد باقي الفترات بنزيد كل مرة طول الفترة اللي هي 60 يعني 50 ده أول رقم وبعدين بجمع 50 زائد 60 وبعدين الناتج زائد 60 وهكذا يبقى هنجد أن الأرقام هي 50 وبعدين زيد 60 يعني 110 زيد 60 يبقى 170 زيد 60 230 ودول هم الأربع أشخاص اللي إحنا عميحتاجينهم أرقامهم هتكون 50 و 110 و 170 و 230 أنت لو حبيت تزيد 60 مرة تانية هتلاقيك 290 هتلاقيك خرقت عن التلقيم بتاع المجتمع وبالتالي تعرف أن أنت خلاص زدت كده يبقى عندك أربع أرقام أربع أرقام الأشخاص هم 50 و 110 و 170 و 230 يبين الجدول التالي حركة الاتصالات الهاتفية التي تتلقاها إحدى الشركات في فترة العمل من الساعة العاشرة صباحاً إلى الساعة السادسة مساء فترة تسجيل الاتصالات من 10 لأقل من 12 من 12 لأقل من 14 من 14 لأقل من 16 وعدد الاتصالات المسجلة من 16 و 10 و 14 و 8 المطلوب مثل هذه البيانات مثل البيانات السابقة بالمدرج التكراري ومنه إرسم المضلع التكراري وانتبه أن إحنا من نرسم المدرج التكراري نقدر نرسم مضلع تكراري من خلاله وكما نرسم منحنة تكراري من خلاله فركز في السؤال إيه المطلوب منك هل رسمه منحنة أم رسم المضلع يبقى أول خطوة لدهرسم المضلع التكراري ده الجدول اللي معانا اللي ودهولك من 10 لأقل من 12 عدد الاتصالات كان 16 من 12 لأقل من 14 عدد الاتصالات كان 10 من 14 لأقل من 16 عدد الاتصالات كان 14 من 16 لأقل من 18 عدد الاتصالات كان 8 فبارسم العمود الأول من 10 لأقل من 12 التكرار بتاعها بساوي 16 وارسم العمود الثاني اللي هو من 12 لأقل من 14 وكانت تكرار 10 وبعدين من 14 لأقل من 16 كانت تكرار 14 ومن 16 الأقل من 18 كانت تكرار بساوي 8 لذلك نكون قد رسمنا المدرج التكراري طيب المطلوب أرسم المضلع التكراري فبأخذ يا شباب منتصف الفئات منتصف الفئات اللي هو منتصف القطعة المستقيمة في نهاية كل مستطيل وكذلك بزيد عندي فترة منتصف فترة قبل الأولى ومنتصف فترة بعد الأخيرة منتصف فترة قبل الأولى اللي هو من صفر أو من 8 الأقل من 10 من 8 الأقل من 10 يعني عند السبعة بنحط نقطة وفي منتصف كل قطعة مستقيمة في نهاية كل مستطيل بحط نقطة اللي هو مركز الفئة يعني مركز الفئة الأولى من 10 الـ 12 هو 11 برسم الزجو المرتب 11 و16 وهكذا يا شباب في منتصف وبعدين مركز الفئة اللي بنزيدها بعد الأخيرة وإرسم المضلع يعني برسم قطع مستقيمة كما هو واضح أمامك يبقى كده رسمت المضلع المضلع التكراري من خلال المدرج التكراري السؤال الثالث اوجد ناتج ميالي في أبسط صورة جزر 125 زائد جزر 20 مائل 6 جزر 45 ده الجزر التربيعي يا شباب فالفكرة أن أنت بتشوف في 125 عبارة عن حاصل ضرب عددين أحدهما ليه جزر تربيعي فأقدر أكتبها 25 ضرب 5 وبالتالي جزر 125 عبارة عن جزر 25 ضرب 5 تقدر تستعين بالتحليل وانت طبعا عارف الأعداد المربعة وحافظ كثير من أعداد المربعة زي 2 تربيع و 3 تربيع و 4 تربيع و 5 تربيع و 6 تربيع و 7 تربيع تقدر تستفيدك أيضا ما قدرتش تحفظهم انت عندك طبعا مضوع التحليل يبقى الجزر التربيعي 125 بيسوي جزر 25 ضرب 5 ليه اختارنا 25 ضرب 5 لإني 25 لها جزر تربيعي طيب الجزر 20 عبارة عن 4 ضرب 5 ليه ايضا نختارنا 4 يا شباب لإني الاربعة لها جزر تربيعي اللي هو 2 والجزر 45 أيضا 9 ضرب 5 واختارنا 9 لها شباب عشان ليها جزر تربيعي يعني مش هنختار مثلا 3 ضرب 15 يكون العددين ليس لهم جزر تربيعي طب الجزر التربيعي 25 كم؟ 5 يبقى اقدر اكتبها او اقدر اكتب 25 عبارة عن 5 تربيع ضرب 5 اللي 4 تربيع عبارة عن 2 تربيع جزر 4 ضرب 5 عبارة عن جزر 2 تربيع ضرب 5 ويناقص 6 الجزر التربيعي 9 ضرب 5 التسعة أيضا قدر اكتبها 3 تربيع ضرب 5 طب الجزر التربيعي 5 تربيع تساوي 5 وداخل الجزر 5 إذا 5 جزر 5 زائد الجزر التربيعي 2 تربيع اتنين وداخل الجزر خمسة يعني اتنين جزر خمسة ناقص الستة طبعا ده عدد بينزل كما هو والجزر التربيعي لتلاتة تربيع بيساوي تلاتة يبقى ستة ضرب تلاتة وداخل الجزر خمسة يعني ستة ضرب تلاتة جزر خمسة يعني بتساوي يا شباب خمسة جزر خمسة زائد اتنين جزر خمسة وتقدر تكتبها مباشرة سبعة جزر خمسة وتضرب ستة ضرب تلاتة جزر خمسة اللي هي ناقص 18 جذر 5 واضح نحن دي كلها تعبيرات جذرية متشابهة أقدر أجمع 5 جذر 5 زائد 2 جذر 5 ناقص 18 جذر 5 يعني 5 زائد 2 سبعة 7 ناقص 18 سالب 11 يبقى معنى كده أن 5 جذر 5 زائد 2 جذر 5 ناقص 18 جذر 5 بتساوي سالب 11 جذر 5 إذن أبسط صورة للمقدار جذر 125 زائد جذر 20 مقص 6 جذر 45 هو سالب 11 جذر 5 تعال نشوف مثال على الجذر التكعيبي إذن أبسط الجذر التكعيبي إيه وجد ناتج ما يلي في أبسط صورة 4 الجذر التكعيبي 128 مقص 2 الجذر التكعيبي 54 أيضا يا شباب نحفظين أعداد مكعبة إذن 2 تكعيب بتساوي 8 و 3 تكعيب بتساوي 27 و 4 تكعيب بتساوي 64 و 5 تكعيب 125 وهكذا يبقى أدر أكتب أن 4 في الجذر التكعيبي 128 عبارة عن 4 في الجذر التكعيبي 128 هتساوي 64 ضرب 2 ممكن من خلال التحليل زي ما اتفقنا و ممكن أن أنت حافظ الأعداد المكعبة اللي هي 64 اللي هي 34 ضرب 2 بتساوي 128 يعني 128 أدر أكتبها في صورة 64 ضرب 2 وبالتالي الجذر التكعيبي 128 عبارة عن الجذر التكعيبي 64 ضرب 2 نفس الطريقة ناقص 2 في الجذر التكعيبي 54 54 يا شباب عبارة عن 27 ضرب 2 و اخترت 27 لأنه عدد مكعب اللي هو 3 أس 3 يبقى ناقص 2 ضرب الجذر التكعيبي ل 27 ضرب 2 يعني بتساوي يا شباب 4 ضرب الجذر التكعيبي 64 65 أنت عرفت أنه ده عدد مكعب هو عبارة عن 4 أس 3 ضرب 2 ناقص 2 في الجذر التكعيبي الثلاثة أس 3 ضرب 2 طب الجذر التكعيبي الأربعة تكعيبي كم يا شباب الجذر التكعيبي الأربعة تكعيبي بتساوي أربعة وبالتالي يبقى أربعة ضرب أربعة اللي هي خارج الجذر يا شباب ضرب الجذر التكعيبي الأربعة تكعيبي بتساوي أربعة لأنك عارف أن الجذر التكعيبي ألف تكعيبي بتساوي ألف و داخل الجذر في 2 يبقى ضرب الجزر التكعيبي لاثنين ناقص اثنين ايضا بنفس الطريقة الجزر التكعيبي لثلاثة التكعيب هو ثلاثة يبقى ناقص اثنين ضرب ثلاثة وداخل الجزر التكعيبي اثنين يبقى في الجزر التكعيبي لاثنين اربعة ضرب اربعة بيساوي ستاشر يعني ستاشر في الجزر التكعيبي لاثنين ناقص اثنين ضرب ثلاثة ستة يعني ستة في الجزر التكعيبي لاثنين إذن 16 الجزر التكعيبي ل2 نقص 6 الجزر التكعيبي ل2 دي أيضا تعبيرات جابريا متشابهة أقدرات لحظة 16 نقص 16 يعني بتساوي 10 الجزر التكعيبي ل2 إذن أبسط صورة ل4 الجزر التكعيبي 128 نقص 2 الجزر التكعيبي 54 هو عشرة الجزر التكعيبي ل2 في إحدى الشركات يوجد 400 موظف موزعين كما يبين الجدول أدنى عمال 300 يعني عدد العمال 300 المهندسون 100 يعني عدد المهندسين 100 طبعا مجموع المجتمع هنا بيسا و400 اللي هي 300 عدد العمال زائد عدد المهندسين كمان العمال مرقمين من 1 إلى 300 والمهندسون مرقمين من 300 و1 إلى 400 بداء الترقيم يا شباب المطلوب ركز هنا في نوع العينة سحب عينة عشوائية طبقية مباشرة مجرد ما سمعت عينة عشوائية طبقية أول شيء يجي في ذهنك هو كسر المعينة وبعدين بنشوف حجم العينة مكونة من 8 موظفين 8 موظفين يا شباب يعني من العمال والمهندسين باستخدام جدول الأعداد العشوائية ابتداء من الصف الأول والعمود الخامس جميل طيب زي ما اتفقنا كسر المعينة بجيب حجم العينة على حجم المجتمع الإحصائي يعني 8 على 400 8 على 400 يعني بتساوي جزئين من 100 يعني 2 من 100 وبعدين بجيب حجم عينة العمال بضرب كسر المعينة اللي هو 100 يضرب 300 بيساوي 6 كذلك حجم عينة المهندسون أننا بضرب كسر المعينة اللي هو 200 ضرب عدد المهندسين اللي هو 100 يعني بتساوي 2 يبأ نركز مع بعض عدد العمال 6 عدد المهندسين 2 ودي من الصف الأول والعمود الخامس بختار العدد المكون من 3 أرقام وبيكون من 1 إلى 300 يعني 125 والعدد اللي بعد كده عبارة عن 84 ثم 82 ثم 158 94 وأخيرا 124 دي أرقام العمال يا شباب الأرقام العمال هي زي ما ظهر قدامك وإحنا طلعنا من الجدول 125 و84 و82 و158 و94 و124 كذلك عايزين نجيب أرقام عينة المهندسين أيضا من الصف الأول والعمود الخامس فبننزل حسب الأرقام بتاعتهم مرقبين طبعا من 301 إلى 400 بتلاقي أول رقم في الصف الخامس في الصف الأول والعمود الخامس هو 125 ده خارج نطاق الترقيمة بناخدوش طبعا وكذلك أربعة وتمانين وهكذا بننزل مع الجدول ما بنلاقيش الأرقام اللي هي من 301 إلى 400 ننتقل إلى الصف العمود أيضا ننزل معاه هنجد أن الرقم الأول هو 330 والرقم التاني هو 341 إذن أرقام المهندسين هي 330 و 341 إذن ترقيم عينة العمال هي 125 و 84 82 و 158 و 94 و 124 وترقيم عينة المهندسين هي 330 و 341 في البنود من 1 إلى 2 ظل الألف إذن كانت العبارة صحيحة وظل الباء إذن كانت العبارة غير صحيحة سالب 8 الكل أس 2 على 3 بتسوي سالب 4 بتكتب سالب 8 عبارة عن سالب 2 الكل أس 3 سالب 2 الكل أس 3 الكل أس 2 على 3 يعني بتساوي سالب 2 أس 4 على 3 طبعاً ما بتسويش سالب 4 إيبدأ إجابة إجابة خطئة المدى للبيانات التالية 138 و 147 و 125 و 157 و 120 و 142 و 125 هو 37 أنت عارف أن المدى هو أكبر قيمة نائس أصغر قيمة بتحدد أكبر قيمة اللي هي 157 نائس أصغر قيمة اللي هي 120 اطرح 157 نائس 120 يساوي 37 وبالتالي الإجابة تكون صحيحة فنظل الألف في البنود من 2 ل7 لكل بند أربعة اختبارات واحدة منها صحيحة اختار الإجابة الصحيحة ثم دلل دائلة الحرف الدل على ذلك سين فصاد أس 2 على 3 ضرب سين فصاد أس 2 على 3 طبعاً حيث السين أكبر من الصفر والصاد أكبر من الصفر في إجمع الأسس يا شباب يبقى سين ضرب سين أس 2 على 3 يعني سين أس 5 على 3 وصاد أس 2 على 3 ضرب ساد أس 2 على 3 صاد أس 4 على 3 وبالتالي الإجابة تكون رقم جيم إذا كان السين بتساوي 2 جزر 12 وصاد أس 9 أس ربع فإن سين ضرب صاد طبعاً 2 في جزر 12 جزر 12 يا ولاد عبارة عن 2 جزر 2 في 2 باربعة جزر 2 وتسعة أس ربع يعني بتساوي 3 أس 2 لكل أس ربع يعني 3 أس نص يعني جزر 3 اضرب 4 جزر 3 ضرب جزر 3 بيساوي 12 يعني الإجابة رقم دال عدد أفراد العائلة هو متغير كيف اسمي ولا كم مستمر ولا كم متقطع ولا كيف مرتب عدد أفراد العائلة ممكن يكون يا شباب ممكن يكون 2 ممكن يكون 3 يعني أرقام وبالتالي تكون كمي طيب هل هو فترات ولا أعداد صحيحة واضح أنه مستحيل يكون عدد أفراد الأسرة مثلاً 2.5 أو 3.4 أعداد صحيحة 2 أو 3 أو 4 أو 5 وبالتالي تكون متقطع إذن عدد أفراد العائلة هو متغير كمي متقطع المدى للبيانات التالية 126 و135 و143 و125 و148 و139 و15 هو أكبر قيمة 148 نقص أصغر قيمة 115 يطلع بيساوي 33 من الجدول الفئة والتكرار النسبي 2 تكرار النسبي 3 من 10 3 تكرار النسبي 2 من 10 4 تكرار النسبي سين 5 تكرار النسبي 1 من 10 عايز أعرف قيمة سين وانت عارف أن مجموعة التكرارات النسبية لازم يطلع بيساوي الواحد وبالتالي السين هتساوي 1 ناقص مجموع بقى التكرارات اللي هي 3 من 10 و2 من 10 و1 من 10 يعني 6 من 10 إذن سين هتساوي 1 ناقص 6 من 10 يعني بتساوي 4 من 10 إذن قيمة سين بتساوي 4 من 10 إيه لهنا أبنائي وبناتي تنتيه هذه الحلقة على الأمر بلقائم بكم إن شاء الله مع أسماء الأمنيات بالتقدم الدائم والتفوق المستمر في أمان الله وحفظه شكرا